اشتركوا في القناة والآن في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 34 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وبما ان القمر موجود في برج الحوت معناته التأثير على جميع الابراج بهاي الفترة انها بتلعب الناحية الروحية دور بارز اكثر من الشيء الطبيعي منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة المؤثر خلال هذا اليوم الزاوية الأولى هي زاوية التسديس الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون وتأثيراتها اليوم آخر يوم لإلها وهي زاوية إيجابية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وبرضو ذروتها اليوم يعني نهايتها آخر يوم لإلها وهي اللي بتجعل البعض يعيشوا في عالم من الأوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتزيد من أمور الوسواس والأمور السلبية مثل الغيرة والشك والأحلام والكوابيس أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل طبعا هي تأثيراتها لغاية يوم 21 ستة هي السبب من قطاع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير الرجعة يعني أي علاقة لسه ما استقرت أو ضعيفة أو فيها بعض المشاكل ممكن تنقطع بهاي الفترة أما بالنسبة لزوايا اليوم اللي ذروتها اليوم الزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وتأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هي زاوية ذروتها الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية البطيئة اللي بين عطارد وبين المشتري طبعا ذروتها اليوم راح تكون دروتها الساعة 7.43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا بالنسبة لهذه زاوية تأثيراتها لغاية يوم 22.06 وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر أو التفكير بالسفر أو الاتصالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا بيبدأ تأثير هاي الزاوية من ساعات ما بعد الظهر ولغاية ساعات منتصف الليل بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي ذروتها الساعة 11 و 10 دقائق مساء بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها بتبدأ تقريبا من ساعات العصر ولساعات صباح اليوم الذي تليه طبعا هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبتعد عن أي عمليات جراحية لهاي الأعضاء القدمان، أصابع القدم، الغد النخامية، الغد الصنوبرية هرمون مسكن للآلام اللي هو الاندروفين طبعا هذا رح يصير فيه مشاكل عشان هيك بالفترة هاي الناس بتشعر بالألم أكثر من الأيام العادية وهرمون الميتانولنين وهو هرمون المساعد على النوم برضو بصير فيه نوع من أنواع الأرق أو الكوابيس أو الأحلام اللي شوي بتكون مزعجة بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشكلة بالنسبة للعمليات غير الأعضاء اللي ذكرناها طبعا عمليات التجميل لو تصبروا لبكرة بكون أفضل وما بعد لأن الزهرة رح تصير بحالة السعادة فعشان هيك هو جيد للحقن لأمور اللي إلها علاقة بتكميم المعد أو لأمور إلها علاقة بتنظيف البشرة طبعا كمان هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء واحد وعشرين ستة رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وعشر دقائق صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا يستقر بعديها القمر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر انحسار المربع واحد وعشرين يوم في تمام الساعة عشر وسبعة وعشرين دقيقة مساءاً بيصبح اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة طبعاً هي منتحسة بنسبة عشرة في المية الآن في ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة أربعين في المية وبتكمل نهاية النهار بهذا الرقم أما بالنسبة للقمر في الحوت حتى يوم واحد وعشرين ستة طبعاً هو سعيد بنسبة عشرين في المية الآن في ساعات الصباح بتحول لمنتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات المساء برجع سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم خمس سبعة سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة طبعا هو منتحس بنسبة أربعين في المية الآن ولكن في ساعات المساء عند المغرب تقريبا بصير سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمس سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور حتى يوم أربع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نيبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر استقر في بيت المتاعب عشان هيك لليوم الثاني على التوالي بسيطر عليكم التعب اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية لازم يتوجه لفحص أو علاج أو مراجعة الطبيب طبعا ما فيه أشياء بتخوف على جميع موليد برج الحمل وجزء بسيط من موليد برج الحمل ممكن يشعروا ببعض الوعاكات الصحية فعشان هيك برضو القسم الآخر بتهم يخذوا قصد كافي من الراحة اليوم رح تحضى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وخصوصا في ساعات المساء ممكن برضو تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس أو يثبت لك عكس تصوراتك أو تخوفتك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتسعدهم اللقاء الأصدقاء هذا اليوم في منك أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو في مناسبة سعيدة أو اللقاء مع الأصدقاء أو علاقات الصداقة بينكم بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك وتتدخل في شؤونهم الوضع على المستوى الاجتماعي ممتاز جدا وهذا الشيء بسهل عليك كثير من الأمور إن احتجت لبعض الأصدقاء ببعض المساعدة برج الجوزة طبعا هذا بيت السمعة فعشان هيك هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا فيه إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو بيقدروا اليوم موليد برج الجوزة أنهم يعززوا العلاقة مع المسؤولين في العمل كتقديم بعض الأعمال أو بعض الإشارات عشان إما ترفيع أو ترقي أو إنجاز بعض الأعمال اللي يكافأوا عليها فاليوم بتحظى بشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن الأهم دون مخالفة القوانين ولا المجازفة ولا المغامرة ولا أي عمل بشوه الصمعة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا يوم من الأيام المناسبة والممتازة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والسفر الامتحانات الدراسة الجامعية حتى الأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير أهم شيء تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم رح تشعروا بقوة العاطفة وقوة الانجذاب للطرف الآخر عندكم اليوم أحلام إما بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة أو حتى باتصالات ومراسلات ومشتريات خارجية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد القمر تحرك درجة الآن من مقابلكم ولكن ما زال في مراحل المقابلة اليوم هو مستقر في بيت المال أو الأموال المشتركة فاليوم رح تنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة تم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى تم نفقات متصاعدة عشان هيك حاول تخفف من مصاريفك ومن رغباتك بالمشتريات اليوم رح يزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر صار موجود مقابلكم تماما فهو ممتاز على مستوى أنك تركز على جهودك حول تعزيز شراكاتك والأجواء مناسبة ومشجعة لتعزيز الشراكات خصوصا العاطفية والعملية هذا يوم مناسب لإتمام قطبة أو زفاف أو توقيع عقد وعلاقتك الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق يعني يوم إيجابي جدا من هذه ناحية ولكن بما أن القمر موجود مقابلك معناة طاقتك ضعيفة ابعد عن المشاكل والخلافات لأنك الحلقة الأضعف برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا القمر استقر في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتكن تنتبهوا بشكل جيد برضو لصحتكم اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يجب مراجعة الطبيب فعشان هيك اليوم بتكن تنظموا واجباتكم الغذائية وتأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر وممكن تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية أهم شيء تبعدوا عن المشاكل ما بينكوا بين زملائكم بالعمل وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك تنجز أعمالك بطريقة منظمة دون أنك أنت تكون عشوائي اليوم يعني تحاول أنك تنجز أكثر من عمل في نفس الوقت فما رح تقدر تنجزهم انجز عمل ثم انتقل للآخر برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية اليوم الأجواء جيدة وفيها فترة حظ ممتازة وبتقوى علاقاتك العاطفية وها رح تعرف فترة ممتازة جدا فيها كثير من البهجة طبعا الأيام هاي مناسبة لممارسة هواية لتجميل للاهتمام بالنفس للاهتمام بالأحبة للاهتمام بالأبناء حتى إنه حظ الحظ اليوم ما رح يتخلى عنك في كثير من المسائل برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا الاهتمام كله رح يكون على العائلة المنزل المسكن الأمور البيتية فرح ينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور العلاقة بالبستنة بالحديقة بتصليحات أو ترميمات وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة في بعض المسائل العائلية يعني بمعنى آخر فحياتك العائلية فيها نوع من أنواع الراحة والبهجة إلا إذا انفعلت وعصب من أي انتقاد فهنا رح يكون فيه أمور سلبية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم طاقة عالية جدا عندك فاليوم ما رح تهدأ من التنقلات والاتصالات والرغبة بالتحرك القدرة الحوار والنقاش عندك عالي جدا جدا أهم شيء أنه اليوم تكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن وإذا عندك امتحان لا تعتمد على الحظوظ الكثيري يعني بدك تدرس عشان تأدي امتحاناتك بشكل جيد اللي أهم على المستوى العاطفي برضو الأجواء ممتازة وعلاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا إذا رح تتركز الأمور كلها على المكاسب المالية الأجواء جيدة بل وممتازة أكثر فاليوم بحملك فرصة لمكسب مالي ولكن بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو مستردة تهبات نوع من أنواع الدعم أو حتى إلك أموال بتحصلها وفي منهك رح يهتم بفواتير أو بعض الدفعات فعشان هيك اليوم برضو بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة وبعض الرغبة أو الشراها بالشراء أو المشتريات فرح تعرف اليوم سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح إن تحركت برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنت اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل وبوسع كل يوم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم اليوم رح تقضوا فترة من الهدوء السكيني والطمأنيني على المستوى النفسي برضو الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحضود كثير من المسائل اليوم رح تنحل أو يعطيك بوادر للحل أنت مقبل على فترة ممتازة جدا ودعمل إلك بشكل كبير على كل المستويات المستوى الشخصي والنفسي والعاطفي وحتى على المستوى المالي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر